السلام عليكم في الندوة الأسبوعية قبل أن أبدأ الندوة أريد أن أقول كلمة واجبة في الندوة السابقة شرحت لحضراتكم كيف أن النظام الدكتاتوري في مصر مسيطر على كل الإحصائيات بحيث أن هناك فعلا صعوبة أو استحالة لحياة أن نحصل على إحصائيات موثوق فيها عن بلدنا داخل بلدنا وطبعا الأنظمة الدكتاتورية بتعمل كده طول الوقت فاتني أن أقول أن هناك مناضلون ومنظمات مجتمع مدني قاتلت فعلا حرفيا من أجل أنها تقدم إحصائيات معتمدة وحقيقية عما يحدث في مصر وأذكر منها الشبكة العربية لمعلومات حول إنسان الرئيس التنفيذي بتاعها الأستاذ جمال عيد الحقوقي المعروف الحقيقة أنهم حاولوا ومنظمات أخرى أيضا حاولوا أنهم يقدموا إحصائيات ومعلومات تعكس الواقع المصري والأستاذ جمال عيد دفع ثمنا ويدفع ثمنا بغيظا لموقفه السوري الوطني فتم الاعتداء عليه جسديا بكل أسف وأضطر أنه هو يوقف نشاط المنظمة العربية المعلومات حول إنسان وكان فتح مكتبات للأطفال في مصر للفقراء للأطفال للفقراء حتى يعني يساعد على تثقيفهم فتم إغلاق هذه المكتبات بشكل تعسوفي بالإضافة لأنهم منهم الصفر من سنوات فمن تهز هذه الفرصة للتضامن معه ولتحيته كمناضر حقيقي بيقوم بوجبه نحو الوطن ونحو الثورة ونحو الشعب الندوة النهاردة عايزين نفكر فيها بهدوء وأرجو أنه محدش يعني تغلبه العواطف الدينية لأنه لا أحد ضد الإسلام ولا في مؤامر على الإسلام ولا إحنا عايزين لا سمح الله نهدم الإسلام إحنا كل اللي نريده هو أن نفكر معاً ليس من الضروري أن تتفق معي في الرأي ولكن كل ما أطلبه منك أو منكي هو أن تفكري أو أن تفكر فيما أقول الندوة اسمها الشروط الإنسانية في مصر طبعاً العنوان نفسه غريب لأنه يعني هل الإنسانية لها شروط؟ ده اللي احنا هنشوفه في الندوة في 16 مارس عام 2003 قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في هدم منازل بعض الفلسطينيين في غزة طبعاً بطريقة عسوفية وطريقة إجرامية وفي فتاة بنت كانت في العشرينات قررت أنها تقف ضد البولدوزر أو الجرافة الإسرائيلية حتى تمنع هدم بيت فلسطيني أو فلسطينيين يعني بدون أي مسوق قانوني قائد البولدوزر رأى البنت ثم أكمل فدهسها قتلها البنت دي المفروض أن احنا جميعاً كبني أدمين نحتفي بيها وبذكرها لأنها بطلة لما نعرف كمان أن البنت دي لا هي فلسطينية ولا هي عربية ولا هي مسلمة ولما نعرف كمان أن البنت دي أمريكانية يهودية البنت دي اسمها راشال كوري وهي لم تكن عندها أي مشكلة في حياتها هي من أسرة متوسطة بتعيش في واشنطن وكانت حياتها ماشي كويس جداً ولكن هي اقتنعت بحقول فلسطينيين فسفرت حتى تدافع عن حقول فلسطينيين دي نموذج للإنسانية الراقعة اللي هي من غير شروط لأنه راشال كوري بتعتبر أن الاعتداء على أي إنسان هو اعتداء عليها يعني طبيعي أن العرب يدافعون عن حقول العرب والمسلمين يدافعون عن حقول المسلمين والهنود يدافعون عن حقول الهنود ده عادي مش واحش ومش غلط بس عادي إنما الأرقى من كده أن تدافع عن حقول الناس كبشر بغض النظر عن أي علاقة تربطك بيه فراشال كوري عملت كده شفنا ده تاني أن نسمي دي الإنسانية الكاملة أو الإنسانية المطلقة يعني هخليها الإنسانية الكاملة شفنا الإنسانية الكاملة دي تاني لما تقتل جورج فلويد ده وحضراتكو تذكروا جورج فلويد ده كان راجل بسيط أمريكاني من أصل أفريقي يعني أسود وفي حاجة بسيطة جدا شبهة في تزوير عشرين دولار مهم وقع فيه زابط بوليس متعصب فدهس على رعابته حوالي ثمان دقايق لغاية لما ميت والدنيا طبعا متقلبت في أمريكا في الأولاد كلها وتعملت حركة اسمها حياة السود تفرق يعني لها تمن يعني أو مهمة بلاك لايبز ماتر المدهش واللي أنا عايز أتكلم عليه هنا إن مظاهرات التضامن مع جورج فلويد ومع الحركة اللي تم إنشاءها في أمريكا وبقت قوية جدا اللي هي بلاك لايبز ماتر ما كانش في أمريكا بس لو انت شفت هتلاقي فيه مظاهرات حصلت في أستراليا وفي كندا وفي لندن وفي ستوكولم السويد وفي النرويج وفي الدانيمارك وفي فرنسا هتقعد تفكر الناس دول ما هماش أمريكان ولا يتعاملون مع البوليس الأمريكي وبعدين البلاد دي بيضة يعني المظاهرات اللي لما تشوف المظاهرات في أستراليا بيد الناس اللي ماشيين بيد والفي السويد بيد والدانيمارك بيد الله طب انتوا بيد ومش أمريكان اللي منزلكوا إتا تظاهروا الإنسانية الكاملة إحساسهم بالانتماء الإنساني مش مستني هو لما يبقى واحد دانيماركي حصل له حاجة عشان يدافع عنه لا هو بيدافع عن الإنسان أي إنسان طيب عندنا مثالين للإنسانية الكاملة هل الإنسانية الكاملة دي حصلت في مصر؟ نعم حصلت في مصر إزاي أيام الثورة يعني أيام الثورة لما البوليس اختفى 18 يوم اللي حمى الكنايس في مصر معظمهم مسلمون معظمهم وهذا الكلام أنا شفته ناس كانت بتروح عند الكنايس تسهر طول الليل مسلمين عشان محدش يجي مع الكنايس وحصل في مدانة تحرير العكس إنه لما كان بيبقى فيه هجوم بلتجية ويجي وقت الصلاة صلاة المسلمين فبيصلوا جماعة وفيه صورة مشهورة يعني صورة مشهورة فيه ناس بتحميهم عشان ضد البلتجية واللي بيحميهم عليه علامة الصليب يعني اللقباط بيحمى المسلمين والمسلمين راحوا حاموا الكنايس وغير المسلمين واللقباط كل دي إنسانية كاملة اللي احنا بنقول عليها أنا شفت في مدانة تحرير يعني أتمنى أنه يكون يعني بيشوف الفيديوهات بتاعتي لأنه راجل عظيم راجل بسيط كان بيجي كل يوم بعد المغرب الراجل ده بيجي أولا لبسه يدول على أنه راجل بسيط ما هوش يعني وهو بيجي راكب عجلة كمان راكب عجلة وشايل وراه صندوق حوالي لا يقل عن 200-300 صندواتش والراجل ده كان بيخش بدان التحرير وينزل وشفته كثير وياخد الصندواتشات دي ويحطها على الأرض ويمشي ويمشي هذا الرجل يدعم الصورة على أدو يقول له جهد المقل هو بيجيب به يعني راجل بسيط بيجيب له 200-300 صندوق كل يوم وطبعا ده بمبلغ يعني بالنسبة للمظهره وانه راكب عجلة بمبلغ أو ممكن حد بيشترك معي ويجي يحط الصندوق ويمشي لحد أعرف انه هو يعني طبعا أنا كنت بشوفه وفي ناس بتشوفه بس هو ما بيعودش جنب السندواتشات ولا يعرف نفسه دي إنسانية كاملة يبقى الإنسانية الكاملة هو أن تدافع عن حقوق البشر جميعا بدون شروط وبدون تمييز دي الإنسانية الكاملة ودي الحقيقة هي الإنسانية الحقيقية هنشوف بقى الإنسانية التانية إيه بقى الإنسانية التانية؟ كلنا شوفنا لما حصلت حرب أوكرانيا وأنا عملت عليها ندوة شوفنا انه طبعا حصل لاجيين ناس هربت من أوكرانيا عشان الحرب هذا شيء طبيعي مليون أو مليون ونص أوكراني هربوا شوفنا دول بالذات دول الكتلة الشرقية اللي هي الشيوعية السابقة اللي هي زي الماجر و بولندا دول كانت بتتعسف جدا مع اللاجيين السوريين يعني بتقفل قدامهم و هم مش عايزين ييجو هم عايزين يروح انجل ترى أو ألمانيا بس لازم يعدوا تقفل قدامهم و كانوا بيضربوهم و يسئوا تعاملهم و حاجة حقيرة جدا يعني اضطهاد اللاجيين ده حاجة حقيرة جدا جوم الدول دي نفسها لما بقى اللاجيين أوكرانيين فتحوا الأبواب و سكنوهم و قدوهم لجوء و كل حاجة و في بعض الإعلاميين في الإعلام الغربي الأمريكي بالتحديد فيه 2 أو 3 مزاعين قالوا كده يعني قالوا لا الأوكرانيين هم مش جايين من منطقة هو عايز يغطي الأنصرية و تقول مش جاي من منطقة نزاعات لا و فيه واحدة قالت هم بيد و مسحيين طبعا رجوا واعتذروا بعد كده حصل لهم نوع من المسألة الإدارية طبعا غير المسألة لان الناس كتيرة جدا احتقرتهم و مشتمتهم ان هم معنصريين بس اللي عايز اقوله ايه ايه رأي حضراتكو فيه التمييز في المعاملة التمييز في المعاملة بين اللاجئين اللاجئ ده شخص في أزمة اللاجئ ده مش عايز يبقى لاجئ ولا حاجة ما كان قاد في بيته و حصل بقى في منطقة حرب و عنده أطفال و عنده وهو غير مقاتل فبيهرب يبقى لاجئ و تبقى لي الأمم المتحدة لا يجوز لاي دولة أم ترفض استقبال اللاجئين اللاجئين دول عايزين بمهاجرين ده موضوع تاني عايزين يعودوا في الدولة الدولة من حقها ترفض إنما ما ينفعش تبقى لمواثيق الأمم المتحدة إنك ترفض استقبال لاجئ طيب إيه رأيكم بقى بين الحكومة زي حكومة الماجر مثلا حكومة بولندا اللي بتقول اللاجئين السوريين أو الأفغان أو العرب عموما مش عايزينهم واللاجئين الأوكرانيين أهلا وسهلا طبعا أكاد أسمعك وانتو بتقولوا ده حاجة حقيرة جدا هي فعلا حاجة حقيرة جدا ممكن أنا أقول لكم طب هم حيمرسوا إنسانية مع اللاجئين الأوكرانيين وأنتو هتقولولي لا المفروض يكون مفيس شروط في الإنسانية ماقدرش أنا أمارس الإنسانية بشرط من أنت ما تبقاش عربي أو ما تبقاش إفغاني أو ما تبقاش مسلم يبقى دي إنسانية مشروطة الإنسانية المشروطة دي تدل على إيه؟ تعصب وعنصرية يبقى بقى عندنا حكتين الإنسانية الكاملة دي ربنا أمثلة بيها بشر متساوين البشر متساوين في حقوقهم وأنا أزعل على أي إنسان تنتزع منه حقوقه بغد ما ببصش للونه ولا دينه ولا أي حاجة دي الإنسانية الكاملة والإنسانية المشروطة إيه الإنسانية المشروطة؟ إن أنا أحط شروط معينة عشان أمارس الإنسانية بتاعتي متفقين إنها حاجة حقيرة حدش يرجع في كلامه هي حاجة حقيرة مش كده الإنسانية المشروطة حاجة حقيرة طيب جريمة ارتكابتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي جريمة بشعة لا أحد حتى وزارة الخارجية الأمريكية اللي هي بدعم إسرائيل على طول استنكرت هذه الجريمة إيه هي الجريمة؟ مقتل الشهيدة شيرين أبو عقل مقتل واحدة بتعمل شغلها كان مراسلة للجزيرة فقناص ضربها قتالها مش بس كده سلطات الاحتلال هجمة الجنازة المكلام دا حنا شوفناها جريمة حقيرة وزارة الخارجية الأمريكية بتقول عليها حقيرة يعني ما فيش بقى ما حدش أقرب لإسرائيل من وزارة الخارجية الأمريكية وبالتالي الشهيدة شيرينة أبو عقل دين مفروض تبقى رمز يعني تبقى حاجة حزيمة جدا بالنسبة لنا بالنسبة للإنسانية حصلت في مصر وللأسف ترى أنا مش في مصر بس في العالم الإسلامي تلعت أصوات تقول حاجات غريبة جدا أنا ما كنتش مصدق في الأول لغاية لما الموضوع وصل إن شيوخ معروفين وشيوخ في الله ظهر ودر الإفتاء ايه بقى قال لك شيرينة أبو عقلة مسيحية وبالتالي يجوز إنك تقول الله يرحمها الله يرحمها لا يجوز إن تقول ربنا يغفر له ليه؟ لأن ربنا مش هيغفر له الكلام عجيب جدا وما تقولش الشهيدة وما تقولش إنها هتخش الجنة يعني أنت ليك تقول بس ربنا يرحمه ما تقولش ربنا يغفر له اللي متشاكك في الكلام ده يرجع لدر الإفتاء هيلاقي الكلام اللي أنا بقوله ده الكلام در الإفتاء دي منه ده حاجة أعلى حاجة في نصر المفروض طبعا شيوخ كتير جدا قالوا هذي الكلام طيب يعني لأقول أقول بس الله يرحمها يقولك آه لأن الرحمة هو تقليل من العذاب ولأنها غير مسلمة فهي هتتعزب وتخش النار مش هتخش الجنة يبقى تقول الله يرحمها يبقى أقلل العذاب إنما ما تقولش ربنا يغفر لها لأنه لاني يغفر لها وما تقولش هي في الجنة لأنها مش في الجنة وما تقولش عليها شهيدة أنا طمعا بقول شهيدة بغض النظر وهي شهيدة فعلا في يقيني أنا هي شهيدة وشهيدة عظيمة طب قد إحنا بقى بتدينا في الإنسانية المشروطة جماعة ما هي الإنسانية المشروطة يعشان إحنا نبجل شهيد نعزم شهيد لازم يبقى مسلم بس كده خلاص يعني أول شرط للإنسانية المشروطة في مصر أن يكون مسلما خلاص واضح طيب تفتكروا حضراتكم الشهيدة شايماء السباق لمن لا يذكر شايماء السباق دي كاتبة وشعيرة وفنانة وإنسانة ثورية ومثقفة فيوم 24 يناير 2015 راحت شايماء السباق مع بعض أصدقائها من حزب التحالف الشعبي وعملوا مبادرة أنهم يروحوا بدان التحرير في ذاكر الثورة ويقدموا ورد للزباق والعزاكر وما فيش أرقى من كده ما فيش أرقى من كده أحد الزباق لأمن المركزي ضرب خرطوش على بعد 8 متر في دماغ شايماء السباق وفي جسمها فماتت قتلها يعني اللي قتلها دا اسمه ولازم أقول اسم الملازم أول ياسين محمد حاتم الملازم أول ياسين محمد حاتم القاتل اللي قتل شماء السباق اللي عندها 30 سنة ويتم أولادها وطبعا محاكمات وبتعوه في الآخر خد سبع سنين يعني هيقضي نص المدة ويطلع وتماني بش أي حاجة طب الناس بقى اللي هما يعني مش عارف أقول عليهم متدينين ولا متطرفين ولا يعني نقول عليهم يعني من يزعمون التدين لأن التدين الحقيقي مش كده المتدينون دول اللي هما بيمنعونا نقول على شرينة معاقلة الشهيدة ولا نقول عليها ربنا يغفر لها ما عملوش يعني موضوع على شماء السباق ولا أي حاجة ولا أي حاجة الذين دافعوا عن حق شماء السباق هما رفاقها في الثورة هما الشباب الثورة ونسل الترك في الثورة إنما الناس اللي عاملين ضجة على الدين واصول الدين ما اتكلموش خالص مش بس كده طب الناس دي شافت فيديوهات شفناها بعنينا في محمد محمود قوات الأمر بتقتل بالرصاص وبتاخد جسس ترميها في القمامة في الزبالة ما تكلموش بالعكس بعض منهم قالوا حاجات حقيرة جدا شافوا في مجلس الوزراء قوات الأمر بتهتك عرض البنات بتقطع البنت وبتدهزها شفناها ست البنات أم قالوا إيه بقى ساعتها الذين يزعمون أنهم متبينون قالوا إيه وهي اللي نزلها وبعدين لابس العباية على اللحم لإيه لو تفتكروا يبقى الناس دي لو كانت الضحية ضحية النظام لن يمارسوا أي إنسانية يبقى من شروط الإنسانية أن لا تكون الضحية معارضة للنظام ليه لأن الأخ الذي يزعم التدين ده أو المتأسلم ده المتأسلم ده ما عندوش استعداد يدفع تمن وبالتالي هو حيقول لك بس ما تقولش ربنا يخفر الله شرينا أبو عقل بس لما تيجي في كوارث ومذابح شافها بعنيه طلامة اللي ماتوا دول معارضين للنظام مالوش داعوا يبقى الشرط الثاني للإنسانية المشروطة في مصر ألا تكون الضحية من معارضي النظام تعالوا بقى نتكلم على موضوع برضو داخل الإنسانية المشروطة إيه الموضوع طبعا أصر نقاشا كبيرا في مصر الشهيدة نير أشرف نير أشرف كما تعلمون في شخص قاعد يطاردها وبعدين زبحها زبحا أمام جامعة المنصورة دبح طبعا واحد دبح واحدة بغض النظر عن أي حاجة متوقعين ما نتوقعه هو أن يتم القصاص في هذا المجرم لأنه ده مجرم والناس بتقول لك التراب النفسي والبتاع عايز بس أقول لحضراتكم أنه في القانون في أي حتة في العالم لا ينظر لأنه كان نفسيته تعبانة ولا مش تعبانة ولا منامشي ولا نام إذا ارتكب جريب بيبقى السؤال واحد هل هو مسؤول عن أفعال ولا لا بس والراجل ده مسؤول عن أفعال هذا المجرم لقينا ظاهرة غريبة جدا أن بعض الأصوات ابتدت تزيد داخل مصر وخارج مصر بعد كده ابتدت تتعاطف مع قاتل ليه بقى نحن منقول الإنسانية المشروطة أول صدمة للعقل الجامعي المتأسلم أول صدمة أن الضحية غير محجبة طبعا الكلام ده من أسخف ما يمكن يعني واحدة ده بحت محجبة مش محجبة مناقبة إنما هي دمخهم كده إنها غير محجبة هو متركب دماغه العقل المتأسلم ده على إنه ينظر إلى غير المحجبة على إنها عاهرة يقول عليه متبرجة وبالتالي دي غير محجبة وتلح بقى بالنسبة له حاجة خطيرة جدا إيه الخطيرة إننا يرى تلعت إنها بتروح رحلات بلابسة ميوم ولا لبسة بتاع في الصيف يعني حاجات زي كده ده بالنسبة له جرم كبير جدا فابتدى يتعاطف مع القاتل ويقول لعيب على أبوها وأمها إنهم منزلينها باللبس ده وبعض الناس من أصحاب النواية الطيبة رسموا صورة نيرة وحطولها أحجاب هي مش محجبة بس هو دماغه كده يعني هو لن يحترم إلا المحجبة ماتت بقى الدبحت ما تدبحيت شي مش ديل فده أول عنصر في رأيي خلى إن بعض الناس تتعاطف مع القاتل وهذا تتعاطف مرضي مرضي غير صح يعني ناس عيانة يعني بس فيه سبب تاني إيه السبب التاني للتعاطف مع محمد عادل اللي هو قاتل المجرم الذي زبح نيره الشهيدة نيره السبب التاني وأنا بتكلم هنا بصراحة جدا يعني كالعادة أن المجتمع المصري والعربي يحمل احتقارا عميقا للمرأة في الطب لازم نعترف بالمرض عشان نعرف نعالجه وبالتالي هذا الكلام ولو كان قاسيا إنما هو ضروري إن نفهمه مجتمعنا يحتقر المرأة احتقارا عميقا وخصوصا في الطبعة الوهابية من الإسلام اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي عايزين أمثلة أمثلة من الكلام العادي أجيب لك وقت أمثلة واحد بتخلي مع واحد يقوله إيه أقسم بالله لحلبسك طرحة ده قمة الإزلال والإيهانة هلبسك طرحة يعني يخلك سيد في أسوأ من كده في حاجة مهينة في الوجدان المصري والعربي أكتر من كده طيب مش أنت بتسمع هتقول يقولك إيه أنا قاعدة النسوان والكلام النسوان ده أنا مليش فيه أو ده كلام نسوان بقى يعني أحقر حاجة الإزلال في الخناءات الشعبية بين البلطاجية هو أن إيه أنه يلبسوا واحد قميس نوم ده قمة الإزلال قمة الإزلال ويصوروا بقميس نوم ليه بقى ست إن ست تي حاجة حقيرة سيبك بقى أو سيبك يعني يا أصدقاء من كلام الشعارات بقى وإن إحنا بكذا وكلام تكل شعارات واقع الأمر أنه الطبعة الوهابية من الإسلام اللي هي سبب كلام اللي أنا بقوله اللي هي سبب بالتحديد سبب الإنسانية المشروطة تحمل احتقارا عميقا للمرأة وهي بتقول عكس كده بس هو الحقيقة كده برقاش كده إحنا لما نمدح واحدة نقول عليها إيه أنا ما أمعاملش كده بس الناس هي ستة كأن ستة دي عها يعني نقول هي ستة بس مئة راجل الجملة دي تقال بنية طيبة ولكن في واقع الأمر هي مهينة جدا لأن أنت بتحط وحدة قياسك الراجل يعني الراجل أرقم الست والست دي عها فأنت بتقول إيه في رأي اللي بيكل بتقول هي ستة آه يعني هي ده دعاها معلش ولكن هي بمئة راجل يعني الراجل أرقى منها فأنت بتحسيبها بمئة راجل فعندنا عندنا عندنا يعني عندنا حتقر عميق المرأة فالعنصران دول عملوا تأثير في قضية نيرة أول حاجة أنها غير محجبة وبالتالي بقى شرط نزاوة شرط برضو شرط الإنسانية المشروطة أن تكون الضحاية محجبة لو مش محجبة لا التعطف يقل جدا جدا وأرسمها بحجاب المهمة تبقى محجبة طيب العنصر التاني احتقار المرأة عمل إيه بقى في دماغ بعد الناس أنه لا مش معقول هيتعدم عشان واحدة خلي بالك من الكلام مش ممكن يعني أنت حتى في الخناقات لو واحدة هي بيقولك اتضيع نفسك عشان واحدة ست يعني شوف شوف اللي احتقار فالتنين دول العنصرين دول يشتغلوا فطلعون لنا ناس مرضى بيدافعوا عن القاتل ويقال كلام عجيب جدا من نوعية انه هو ده كان بيطلع الأول طبعا ما عندناش دقيق على كده وبعدين هو أنا يعني هو أنا لما أطلع طبعا أنا كنت بأطلع الأول طول عمري من المدرسة لغاية لما جيت اتعلمت في أمريكا يبقى أنا خلاص من حق بقى أتباح اي حد ولا ايه منطق عجيب جدا يعني أو في واحد من جران وقال كلام عجيب برضو قال هو ما كناش بنسمع صوته غير لما يدرب أمه واخواته كان بيدرب أمه يا نهر اسود عادي جدا في واحدة برضو جرت وقالت ايه هو كان بيدرب أمه ليه ما عشان خاطر بيحب نايره يعني كمان بيدرب أمه يعني ما علينا بيدرب أمه أو غير كده إنما هو في واقع الأمر هي محاولة للبحث عن أعذار لمجرم قاتل بسببين سبب أن الناير غير محجبة والتاني احتقار عميق للمرأة اللي عايز أقوله أنه طبعة الإسلام اللي موجودة في مصر دلوقتي ليست مصرية وليست هو الطبعة اللي كانت موجودة من قبل عصر البترول يعني من أول السبعينات بعد حرب 73 سعر البترول زي جدا إدى لدول الخليق قوة رهيبة جدا هذه القوة فيها فكر وهابي وبالتالي ابتدى انتشر الفكر الوهابي بأموال البترول كلام ده اللي عايز أتأكد منه يشوف حديث محمد بن سلمان للواشنطن بوست محمد بن سلمان قال في الواشنطن بوست احنا أنفقنا أموالا طائلة لنشر الوهابية بناء على طلب من حلفائنا الغربيين قال كده قال كده قال كده يعني مش 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 عشان لا النادوة دي ضد الإسلام ولا ضد الدين ولا في مؤامرة وأنا مسلم والحمد لله وكل حال احنا بس عايزين نفكر طبعة الإسلام اللي موجودة دلوقتي اللي عملت إنسانيتنا مشروطة هي الطبعة الوهابية وأدلة كتير جدا أنا طبعا مش أنا بس حادي ثلاث أمثلة سريعة أول مثل أنا لست ضد الحجام أنا بس بتسأل أنا ضد النقاط لأنه لا يمكن إخفاء وجه أي شخص سواء كان راجل أو امرأة طالما عايش في المجتمع إنما الحجام ده حرية شخصية واحدة عايز تغطي شعرها ما هي حرة أنا باتكلم على موضوع تاني من سنة تسعتاشر لما المرأة المصرية في إطار ثورة تسعتاشر خلعت البرقع التركي البرقع التركي اللي كانوا بقولوا عليه حجاب ساعتها لغاية عصر البترول اللي هو الإسلام اللي يقولوا عليه يعني بترو إسلام اللي هو الوهابية المنتشرة بأموال النفط ما كانش في حجاب نراجع الصور يعني معقولة كل الفترة دي يعني طالبات الأظهر ما كانوش لبسين حجاب وعندنا صور كتير جدا طالبات الأظهر طالبات كلية البنات الإسلامية أو طالبات الكليات الأخرى في الأظهر ما كانوش لبسين حجاب كبار المشايخ كانت زوجاتهم وبناتهم مش لبسين حجاب فهل فجأة الحجاب من ثوابة الدين يعني فجأة الحجاب من ثوابة الدين أنا بسأل السؤال ده ومش لن أدخل فيه الجدل حوالين الحجاب إذا كان هو جدل ديني وأنا بس بسأل معقولة أن فجأة ركن من أركان الإسلام كان منسي كل الفترة دي ومين اللي نسى هزر روكني ده كبار الفقهاء ولا ولا ما ده نمرة واحدة نمرة اثنين سنة 1937 فيه علم رياضيات اسمه إسماعيل أدم كتب كتاب اسمه لماذا أنا ملحد كتب كتاب كده في السوق اسمه لماذا أنا ملحد وكان مكانه معروف وينزل ويقعد على القهوة ويروح الجامعة وكل حاجة لحد ضربوا ولا تحاول بقتهم تصدراء الأديان ولا حد قتل ولا إنه مرتد ولا أي شيء خالص اللي حصل أن فيه ناس تانين متدينين برضو من كبار الكتاب ردوا عليه بكتاب يعني هو عمل لماذا أنا ملحد رد عليه حد تاني لماذا أنا مؤمن وبقيت أنت تشتري الكتابين مع بعض شوف مصر كان فيه سنة سبعة وثلاثين خلي حد يكتب كتاب لماذا أنا ملحد دلوقتي أو يقول حد شوف اللي حصل دي الطبعة الوهابية من الدين الحاجة الثالثة قصة زريفة كان فيه شيخ اسمه الشيخ محمود أبل عيون محمود أبل عيون ده كان سكرتير الأزهر لحد يعني منصبه كبير رحولوا بعض الممثلات يعني استشارة فيه أو زيارة على استشارة فالراجل طلعت منه كلمة كلمة يعني خدوا الكلام فقال لهم ده بعض الممثلات ممكن فلوسهم تبقى حرام أجرهم تبقى حرام مصر اتقلبت حرفيا مين اللي رد عليه كل الناس ردوا عليه المكالسوم ردت عليه عبدالوهاب رد عليه الدكتور زاكي المبارك العظيم العلامة قال له أنا درست في الأزهر وخدت شهادة أعلى من شهادتك في الأزهر ولم أسمع أن الفن حرام في أي لحظة في كل ما قرأته عباس محمود العقاد رد رد عنيف قال له الممثلات مش هما اللي أموالهم حرام ده بعض المشايخ الجهلة اللي أموالهم حرام تخيلوا 6.47 ممكن تدورها يعني لمن يحب أن يستزيد دوروا عليه الصحافة هتلاقيه قصة يعني شغلة مصر لغاية لما الراجل تراجع الراجل نفسه تراجع طيب موضوعا للتمثيل حرام ده احنا فيه كل يوم يقول لك أنا حتوب يقول لك ربنا يتوب عليك ايه مش ده كان اسلام وده اسلام الطبعة دي غير الطبعة بتاعت الإسلام المصري متحضر جدا طيب آخر بقى نقطة هل التطرف الوهابي مفيد للديكتاتور يعني احنا عندنا زم استدادة حالة ما بفيه ناس متطرفين وهابيين ده يفيد الدكتاتور مش يفيده ده يفيده جدا ده لو مفيش تطرف وهابي الدكتاتور يخلقوا يعملوا ليه؟ لأنه بيسهل موضوع الاستبداد جدا أول حاجة الفكر الوهابي بيخليك قابل للاستبداد يعني هتستعمل ليه؟ لأنه غير مؤمن بالنظام الديمقراطي عنده احتقار لكل اللي بيحصل في الغرب يعني عنده مثلا اللي بيخدموا الديمقراطية عايزين الشواز يتجوزوا بحض يعني ده كل الانجازات الديمقراطية دي والحقوق والحرية والعداء كل ده مش يعدي من جب دماغه هو في دماغه ان الشواز يتجوزوا بحض أول ده الموضوع طيب وبالتالي هو مؤمن الوهابي له مش مؤمن بنظام الديمقراطي أساسا ده نمرة واحد نمرة اثنين مؤمن بحاجة اسمها طاعت الحاكم المتغلب يعني الحاكم يجي بايعه أو يجي بالسيف السيف يعني متغلب يعني الناس باعته ولو بيعوه خلاص اللي ما بيعوهوش بقى أو في حاكم بيعوه فجي واحد تاني رح عامل بالسيف ورح بيقولك بالسيف قتل للناس لا ده في المذهب الوهابي ده طاعته واجبة وتحارب في جيشه منعا للفتح وبعدين المذب الوهابي أو الفكر الوهابي الفكر الوهابي يحرم الخروج على الحاجة مايطلعش مايتم مايعفيش وان ايه وان سرق مالك وان جلد زهرك لا تخرج عليه ولو قال ولو قال ولو كان يعني لا يعمل بالاسلام مش مشكلة لو قال لازم يطلع يقول انا كافر طبعا ان امره ما هيحصل ولو حتى طلع الحاكم وقال انا كافر انت تقيس لو كان الخروج عليه هيتسبب في الفتنة اكتر من وجوده لا اتركه وقاطعه حتى يغيره الله دي فتوه ابن باس ابن باس ممكن ترجع لها في وجوب طاعة الحاكم وعدم الخروج طب فيه اجمل من كده بالنسبة للديكتاتور ده ملايين الناس دماغهم اتشال منها الثورة واتشال منها التمرد وهيستحمله اي حاجة هيعملها فيهم هيستحمله طب ده الدكتاتور حتى كده بقول لو كانش التطرف الوهابي موجود الدكتاتور كان عمله ده اخر حلاوة طب عمل ايه كمان الدكتاتور بيستعمل المتطرفين لارهاب الاقليات طبعا ده موجود عندنا في مصر جدا كل لما الناس تقول حقوق الانسان للسيسي او بتاعه من قبل السيسي الحقيقة كمان ابناء مبارك وام مجلس عسكري تلاقي فيه كناس تحركت او واحد سلفي طبعا السلفين بيشتغلوا معامل الدولة هم نفسهم مالوكات واحد سلفي يطلع ايه يقول اختي مش عارف فين مسكوها في الكنيسة لا ده الكنيسة الجوه فيها سود حاجات زيك الخزعبلات دي بتأثر في البسطاء طبعا وبتخلي بتدي للسيسي او الايه دكتاتور فرصة طيبة جدا اولا في الخارج محدش يكلمني بقى على حقول الانسان لان اللقباط كده هيدفن وبعدين اللقباط نفسهم هيبقوا في حالة فزع فهيمسكو في السيسي لانهم مقايفين وبالتالي التطرف بيخلي بيخلي الدكتاتور يمارس ارهاب الاقلية في حاجة تانية مهمة برضو جدا ان وجود المتطرفين بيساهل تشتيت الرأي العام يعني ايه تشتيت الرأي العام يعني احنا دلوقتي في حالة تعيسة جدا الاقتصاد في حالة تعيسة مياه النيل خلاص اثيوبيا حملت سد النهضة وخادت المياه ترانو صنافير الديناء للسعودية ها هتلاقي اللي يشغل الرأي العام مش الكلام ده لان في مخابرات وفي متطرفين فانت هتلاقي واحد راح تلاقيه لك في التلفزيون قال على فكرة الصلاة مش خمس صلاة في اليوم ده هم اصلا كانوا اثنين وانا من دلوقتي انا حصل للصبحة وبالليل وماليش دعوا بيكو التاني قد هي جامكات دنودة وشاو يا كافر يا فاصق اسكت وطبعا البرامج التوكشو كل برنامج عليه ظهبت من فوق فكلها في ايد المخابرات يجيبلك بقى ايه الشيخ ده واحد يقول لا انا حصل لي مرة واحدة والناس تقول له فاصق يقول اسكت واخرى السوب بتاعه وبعدين مدخلات متوضبة بقى الست بتتكلم القضا اللي جنبيهم ده انا شوفت بعيني الكلام قالوا سامو عليكو انا مادام سامية من البابة انتو عايزين اهم الاسلام انت مش حارفة احنا بقى ايه المواطن بيروق بالليل بيخش ينام دماغه فتيح منهج من هذا الهراء الهراء ده مصنوع صنعا يعني مش صادفة ان انت كل شوية طلع لك واحد سلفي انا هتجاوز بيت عندي اربع سنين ازاي جدع ما دمت التطيق المعاشرة يا مجرم الكلام ده كله معمول ما كانش ممكن يتعامل غير لو فيه متطرفين فاستعمال المتطرفين لتشتيت الرأي العام ده موجود في مصر ويوميا ومن ايام حسن مبارك وبعدين اخر حاجة بقى ومهمة جدا برضو فوائد التطرف الوهابي للمستبد للديكتاتور سهولة السيطرة على الجمهور يعني انت دلوقتي عشان تسيطر على شباب الصورة ده ده صعب جدا ده كل واحد بدماغه هتقعد مع ده يطلع ده يقولك لا مش مقتنع هتقعد مع ده يطلع ده لا مش مقتنع انما الجمهور السلفي او الوهابي ليه مشايخ هم اربعة خمسة بس تجيبهم تجيبهم امن الدولة والمخابرات وتتفق معاهم هينزلوا يوم الجمعة يقولوا اللي انت عايزه يبقى انت كده سيطرت يبقى انت سيطرت على الجمهور بتسيطر على الجمهور عن طريق المشايق لو ما كانش فيه تطرف وهابي ولا فكر وهابي كان بقى صعب السيطرة انما الوجود الفكر وهابي بيخلي المستبد يسيطر على الجمهور عن طريق رجال الدين طيب مرة اخرى احنا لا ضد الاسلام ولا فيه مؤامرة ولا جزء من مؤامرة ولا اي حاجة انا كل ما اطلبوا ان حضراتكو تفكروا في كلمة انا نقولتو واللي انا مقتنع بيه ان التطرف الديني والديكتاتورية العسكرية هم وجهان لعملة واحدة يعني معركتنا مش ضد الديكتاتورية بس ولا ضد التطرف الديني بس ضد الاثنين عشان ننتصر لازم ننتصر على الديكتاتورية العسكرية وعلى التطرف الديني وده لا يمكن يحدث الا بديموقراطية والديموقراطية هي الحالة